في شأن آخر دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ببراءته من التهم الجديدة التي وجهت إليه على خلفية إساءة تعامله المفترض مع وثائق حكومية سرية للغاية وأرسلت ترامب الدفع ببراءته في إشعار مكتوب أرسله إلى المحكمة التي تنظر في القضية في فلوريدا ومن المقرر أن يحاكم ترامب في مايو العام المقبل بزعم الاحتفاظ بوثائق سرية في منتجعه ورفضه إعادتها وكان الرئيس السابق قد دفع ببراءته أيضا في يونيو الماضي من تهم الاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات تخص الدفاع الوطني إلى جانب التأمر لعرقلة سر العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة بحسب لوائح الاتهام